قرآني قرآني في قلبي وجناني أحلى ما يتلى في كل الأزمان قرآني بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتعضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وقد عدنا إليكم في حصة جديدة من سورة الضحى واليوم سوف نتكلم عن نعم الله تعالى على سيدنا محمد في سورة الضحى فيذكر الله تعالى سيدنا محمد ويقول له ألم يجدك يتيما فآوى الله عز وجل ذكر سيدنا محمد ويقول له ألم تكن يا محمد يتيما بلا أب ولا أم فآواك الله وجعل جدك عبد المطلب يحميك وأيضا كان عمك أبو طالب يتكفل برعايتك وحمايتك ألم يجدك يتيما فآوى فهذه أول نعمة أنعمها الله عز وجل عليك ووجدك ضلا فهدى وهذه النعمة الثانية التي أنعم الله بها على سيدنا محمد وهي أن الله هدى سيدنا محمد إلى الإسلام ووجدك ضلا فهدى أي أن الله تعالى هداه ويسر أمره للإيمان بالله تعالى فإذن هذه النعمة الثانية التي أنعم الله بها على سيدنا محمد ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وهذه النعمة الثالثة وهي أن الله تعالى يقول لسيدنا محمد أنك كنت عائلا أي كنت فقيرا فأغنىك الله تعالى أي بعدما كنت فقيرا زوجك إلى سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأصبحت بذلك غنيا لأنك اشتغلت بالتجارة مع سيدتنا خديجة فأصبحت بذلك غنيا إذن أغنىك الله عز وجل بعد أن كنت محتاجا إذن هذه ثلاث أنعم أنعمها الله على سيدنا محمد وهي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى في الآية التي تليها وهي أوامر أمره الله تعالى لسيدنا محمد يجب أن يقوم بها أول أمر طلبه الله عز وجل من سيدنا محمد فأما اليتيم فلا تقار قلنا أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه فيا محمد إذا وجدت يتيم فلا تقاره فلا تذله بل يجب أن تساعده إذن هذا أول أمر من أوامر الله تعالى لسيدنا محمد أما الأمر الثاني وأما السائل فلا تنهر والسائل هنا هو من يطلب المال من الناس فإذا جاء إليك سائل يا محمد فلا تنهر عليه ولا تسرخ عليه بل ساعده إذن فأما اليتيم فلا تقار وأما السائل فلا تنهر والأمر الثالث وأما بنعمة ربك فحدث أي يا محمد عليك أن تحمد الله على نعمه الكثير التي لا تعد ولا تحصى فهذه أوامر الله عز وجل له فيجب أن يقوم بها إذن في بداية الصورة يذكر الله عز وجل سيدنا محمد بثلاث نعم أنه كان يتيما أنه كان ضالا أنه كان فقيرا وعائلا لكن الله تعالى آوى وهدى وأغنى ثم طلب الله تعالى من سيدنا محمد أوامر عليه أن يقوم به إذا وجد يتيما فلا يقاره ولا يذله ووجد سائل فلا ينهره وأيضا عليه أن يحمد الله على نعمه الكثيرة ويحدث به التي لا تعد ولا تحصى أتعلم ما معنى اليتيما اليتيما قلنا هو الصغير الذي مات أبوه ما معنى عائلا فقيرا ما معنى السائل هو من يطلب المال من الناس هذه المعاني الموجودة في سورة الضحى إذن يذكر الله تعالى في هذه السورة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بنعمه عليه وهذه النعم هي أولا يسر له من يرعاه في طفولته وقلنا أن سيدنا محمد قد مات أبوه وهو في بطن أمه فكفله جده ثم عمه أبو طالب ثانيا هداه إلى طريق الإيمان ثالثا أغناه بعد أن كان محتاجا هذه النعم التي أنعم الله على سيدنا محمد هنا أفكر أتأمل الآيات الكريمة الصابقة ثم أجيب عما يأتي بماذا أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بماذا أمر الله سيدنا محمد في سورة الضحى هيا فكروا أحسنتم إذن أول أمر هو فأما اليتيم فلا تقهر قلنا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه الأوامر التي طلبها الله من سيدنا محمد والآن سوف نقوم في حل صفحة 49 السؤال الأول أصل بخط بين الكلمة في القاطرة العليا وما يناسبها من كلمات القاطرة السفلة ننظر إلى هذه القاطرة وهذه القاطرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما عندما كان الرسول يتيم هل أغناه الله تعالى أم فأواه الله تعالى أحسنتم أواه الله تعالى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا لما كان فقيرا أواه الله تعالى أم فأغناه الله تعالى أحسنتم فأغناه الله تعالى أما السؤال الثاني هو أضع وجه يضحك بجانب السلوك الصحيح ووجه حزين بجانب السلوك الخاطئ ألف أعطى تلميذ زميله الفقيرة جزءا من مصروفه هل هذا سلوك صحيح أم خاطئ سلوك صحيح أحسنتم با طرد صاحب البيت محتاجا بقصوة هل هذا صحيح؟ هذا سلوك ماذا؟ خاطئ أحسنتم زارت عائشة زميلتها اليتيمة في العيد هذا سلوك ماذا عندما نزور اليتيمة؟ أحسنتم سلوك صحيح وعلينا أن ندفع سورة الضحى غيبا إن شاء الله فصورة الضحى الرائعة هي ليست فقط للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي أيضا لنا فهذه دلالة على أن الله لن يتركنا ولن يتخلى عنا وأن يوم القيامة سوف يعطينا الله الخير الكثير في جنات الفردوس إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يعيننا على عمل الخير وأن نشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى با جزاكم الله خيران